أكد رئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة تضافري جميع الجهود لاغتنام فرصة المنفوضات الجارية بشأن غزة والوصول إلى اتفاق يحقن الدماء ويجنب المنطقة عواقبة الصعيدة جاء ذلك خلال استقبال سيد رئيس لوزير الخارجية الفرنسي استفان سيجورني الذي أشاد بدور مصر في جهود الوسطة استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد استفان سيجورني وزير الخارجية الفرنسي والوفد المرافقة له وذلك بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الوزير الفرنسي حرس على نقل تحية الرئيس مكرون للسيد الرئيس مشيرا إلى أن الرئيس مكرون كلفه بالقيام بجولة إقليمية للإسهم في جهود خفض التوتر والدفع في اتجاه التهدئة على أن يختتم جولته بزيارة مصر لإطلاع السيد الرئيس على نتائج الجهود الفرنسية ذات الصلة وفي هذا الإطار أشاد وزير خارجية فرنسا بالدور الحيوي الذي تقوم به مصر في الوسطة المشتركة مع قطر والولايات المتحدة بهدف التوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار في قطع غزة وتبادل الرهائن وقد شدد السيد الرئيس في هذا الصدد على ضرورة تضافر جميع الجهود لاغتنام فرصة المفاوضات الجارية والوصول إلى اتفاق يحقن الدماء ويجنب المنطقة عواقب التصعيد مؤكدا أن استمرار الحرب بالقطاع يجر المنطقة إلى دائرة مفرغة وخطيرة من عدم الاستقرار ومنوها إلى مسئولية المجتمع الدولي فيما يتعلق بالضغط لخفض التصعيد ومعالجة جذور هذا النزاع بإقامة الدولة الفلسطينية وإنفاذ حل الدولتين وهو ما اتفق معه وزير خارجية فرنسا مؤكدا دعم بلاده الكامل لتلك الجهود واستمرار نشاطها المكثف بهدف إنهاء حالة التوتر الإقليمي الراهنة وأضف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك تأكيد قوة ورسوخ الشراكة الاستراتيجية المصرية الفرنسية والعمل المشترك لتطوير وتعمق أطور التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين